معي على الهاتف أيضاً الأستاذ صلاح عيسى الكاتب والمحلل السياسي المعروف أستاذ صلاح أهلا بحضرتك كل سنة ومتطيب أهلا بك أبنو كل سنة ومتطيب أستاذ صلاح الوفود الفلسطينية مفترض أنها على وشك الوصول هل أنت متصور أنه هيكون في تفخيخ مرة تانية للجهود المصرية للتوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار هل هيكون فيه ولا هيكون فيه توافق وخطوة لقدام في هذه المرة يعني أنا أشك أولاً في أنه الوفود ستجتمع في القاهرة النهاردة أرحى يعني أن هذا الأخبار اللي جاية من رمالة ومن غزة بيتتكلم عن أنه أولاً حماس قالت أنها لن ترسل وفداً إحنا معلوماتنا في برنامج مصر في يوم أن الوفود لم تتحرك حتى الآن من رمالة وأن في الغالب هتوصل على بكرة هذا صحيح فيما يبدو والأغلب تبقى للأنباء التي يبقى يعني تمشر الآن أنه أنه تتجل وصول الوفد إلى الغد حماس أعلنت أنها لن ترسل أحد من الداخل وأنه لن يوجد من يمثلها في هذه المفاوضات ومعنى ذلك أنه الوحيد اللي موجود من حماس موجود في القاهرة الآن حتى إذا شارك في المفاوضات لن يكون ممثلاً لحماس وإنه حماس غايبة لأنه موجود هل هل ده معناه أنها ممكن تستغل هذه النقطة بأنها تقول في الداخل اللي يعبر عنه من هو في الخارج وإحنا عارفين أنه فيه خلافات تاريخية أصلاً بين حماس الداخل وحماس الخارج وفيه اختلاف دايماً في المواقف صحيح والجانب الآخر في الموضوع أنه غالباً الإسرائيليين مشحيجوا إذا وصل الوفد الفلسطيني بهذا التشكيل فلن يكون حتى ممثلاً للفصائل الفلسطينية كلها وسيختصر على الذين سيكون من رمالة طبعاً رئيس محمود عباسخ ويأتي طبعاً ممثيل الديمقراطية ممثيل الشعبية ممثيل حزب الشعب وبالتالي لن يكون الوفد الفلسطيني متكاملاً إذا وصل في الوقت نفسه حكومة الإسرائيل المصغرة مكتمعة الآن وطبقاً للتقارير الواردة من هناك أنه أمامها عدة اهتمالات الاحتمال أنها تأخذ قرار بأنه تجل من طرف واحد ما احتفاظها بالشروط بالشريط الحدودي الذي احتلته من شمال القطاع إلى جنوبه وهو حوالي ثلاثة كيلو مترات وإنه هو المهمة للعسكرية التي قدمها وهي تقوم على ما تبقى من الأنفاق أمامها يعني غداً أو بعد غداً بالتكير إنها من الممكن أنها تأخذ بعد ذلك القرار بالانفحاب من طرف واحد وبالتالي تتجنب أي مفاوضات وأي تعاودات يمكن أن تقطع على نفسها في هذه المفاوضات لما في ذلك المطالبات التي تقدمت بها المقاومة الفلسطينية والتي أضيفت كمذكرة تفسيرية اللي من بينها الميناء تشغيل الميناء والسماح للفلسطينيين بالصيد ومسألة الخاصة بالمعابر وموضوع الأسرة إلى آخرين وموضوع الأسرة طبعاً إحنا قدام موقف لم يتضح يعني عملوا من الوضع من العمليات الإسرائيل بشجالة اليوم وهي عمليات فيها عمف كالعادة طبعاً إحنا عارفين إنه في 2009 حصل اكتياح للقطاع بسبب وجود أسير واحد وهو كان جلعات شليت ولم يصفر الأمر عن شيء هل تستطيع إسرائيل إنها تنسحب دلوقتي وإليها لسه أسير موجود جهوه؟ هل ده يمثل ورقة تفاوض هتفضل أمام مع حماس؟ ولا هتبقى في حرج إنها حتى تني عملية العسكرية إسرائيل؟ لا هو في الأغلب العام أنا في تقدير يعني كان تقديري من البداية إنه الاتجاه العام للتتاج إلى الحملة الإسرائيلية هي أنها تتوصل إلى تشكية شبيهة بالتي توصلت إليها حماس مع حزب الله إسرائيل مع حزب الله صلت 2006 اللي هو القرار 1701 بمعنى إنه يبقى في منطقة منذ وقت السلاح بين غزة على أرض غزة تحول دون وصول الثواريخ إلى البلدات الإسرائيلية وإنه هذه المنطقة يكون فيها قوات دولية أو تمنع هذا يعني شكرا جزيلا أستاذ صلاح أكيد إحنا نتابع بكرة هذا الأمر ومؤكد إن بكرة لو حصل الاجتماع اللي أعلن عنه هنتابع أول بأول التفاصيل زي ما حضرتك ذكرت إسرائيل أعلنت فعلا إنها لن ترسل وفد للتفاوض هل الاجتماع هيكون بكرة بس للتوافق على ورقة وحدة تقدم بها الجانب الفلسطيني مين هيكون ممثل ومين هيكون غايب أعتقد إنها سويعات قليلة هتجيب عن هذه الأسئلة نتمنى إن هذه السويعات لتشهد سقوط المزيد من الضحايا لأن المزيد للوقت يعني